أعمدة كهربائية منتصبة على طول الطريق المؤدي للدوار المعاليف ببلدية مولاي العربي لكن بلا فائدة والسبب قطع الكوابل في العشرية السوداء كوابل قطعة لتقطع معها كل سبول التطور لا أراضي فلاحية ولا مشية ارتوات فحتى جلب الماء من الأبارة يحتاج كهرباء نفلاحة نشفت والله إلا نشفت كواعدنا الظوء كواعدنا الظوء قلنا نشارعوا نشرو لم نقاروش قعد الدولة نشرو نشرو لنزق الفلحة ونعاون في تنمية في العلية فهنا رجاء تعجاج وكما إلا تcutضوء يموت نصف الجيش وخسارة دائما نفلاح شغلنا نغاق للشمعة هذا الشئ لن يشوفه تحية لن نمشاقي الفجرين نمشاقين كل شيء نمشاقينه عندنا الطريق من الدوار للقرية و الطريق من الدوار المولاي العربي انشغالات رفعناها لرئيس بلدية مولاي العربي فكان هذا رده السوريقات في العشرية السودية متصلنا عدة مرات بمديرية الطاقة المناجم لأعادة تهيئتها وفيه وعود إن شاء الله وكان مشاريع إن شاء الله حسب ما قالونا سيد مدير الطاقة المناجم فيه وعود وفيه مشاريع إن شاء الله سوف تنجز ميدانيا من أجل التكفل بهذا المشكل وهو مشكل الكهرباء مع اتسال مع مديرية الغابات كذلك عندهم فتح المسالك وكذلك مع مديرية الفلاحة أعطانا وعود به يجدون لوفيرتير دي بيست وجميع الدوار ما هيش غير دوار المعليف كل دوار اللي فيها نقائص شوفها تتكفل بها إنشغالاتها إن شاء الله عشية سوداء هجرت الألاف من سكان دوار المعليف وما جوارها والعودة كانت أصعب لهم فما هدم في يوم لن تصلحه السنين بسهولة